بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله نكمل اليوم أسباب الأعاقة العقلية ومن الأسباب العامة للأعاقة العقلية هي الأسباب أثناء الحمل وأثناء الولادة وبعد الولادة طبعا أثناء الحمل ممكن أن تصاب لأم بعض الأمورات الخطيرة أو بعض المشكلات إذا كانت نفسية أو اجتماعية كل ده ممكن يتسبب في حدوث الأعاقة العقلية في أثناء الولادة إذا كان إهمال أطباء أو مشكلات داخل المستشفى نفسها وإهمال وهكذا أو بعض المشكلات التي تحدث أثناء الولادة بالنسبة للجنين نفسها أو للأم نفسها طيب بعد الولادة بعد الولادة زي الإصابة بالصدمات أو السكوط من الأدوار والعليا وفي عالم اسمه ماك ميلان وضع علينا عدد من الأسباب التي تتسبب في حدوث العقل العقلية نشوف منها الالتهابات والتسمم عندنا الالتهابات والتسمم وإحنا عافين أن بعض الأم قد تصب الحزب الألمانية أثناء الحمل دي في أشياء أخوة مثلا مثل التسمم الكحولي أثناء الحمل وهكذا في اطربات سبغية أو كوموسومية ومنها حالة الدون ودي بتبقى مشكلات في الكوموسومات طيب ثلاثة عموات الدمار بعض والالتهاب السحائي والالتهابات ومشكلات عوام الدمار طيب الصدمات والأصابات الجسمية الصدمات والأصابات الجسمية قلنا على زي إصابة الرأس نتيجة الحوادث أو السقط من أماكن موتفعة وهكذا في الجمعية الأمريكية بالعقل العقلية تعتبر مرجع للعقل العقلية على مستوى العالم ولها وضعت أسباب خاصة بالعقل العقلية وتصنيفات خاصة بالعقل العقلية وضعت أربع مجموعات للأسباب الخاصة بالعقل العقلية وهي الأسباب البيولوجية الأسباب البيولوجية زي الطابات الجينية والغزائية أسباب اجتماعية طبعا البيئة التي تولد فيها الطفل هل هي بيئة غنية بالمثيرات أم بيئة فقيرة الأسباب السلوكية طبعا أسباب السلوكية كانت تشمل الأم تعطيها للكحليات للمخدرات أثناء الحمل طيب أسباب الطبوية والمتعلقة بدرجة الطرف والخدمات في محلة الطفولة المبكرة الخدمات المهمة الأساسية الخاصة بتنمية الطفل أثناء الطفولة المبكرة